لماذا تجاهل الرسول محمد مسألة الحكم والخلافة؟ هذا السؤال شغل التاريخ بأكمله والأسباب كثيرة منها التكالب على السلطة بعد الرسول واتساع الامبراطورية الإسلامية على مساحات هائلة وما نجم عن هذا من صراعات حول السلطة هذا الأمر أثار الكثير من النظريات أو ولد الكثير من النظريات وأيضاً ولد الكثير من الصراعات وبالتالي ولد الكثير من الحركات السياسية والمذاهب الدينية وحتى يومنا هذا ما زال كل طامح بالسلطة كل شخص لديه انتماء ديني أو اعتزاز بدينه يحاول أن يعبر عن هذا الاعتزاز عن طريق تولي السلطة كانت المسألة الايدولوجية وما زالت هي المسألة الأساسية في حياة العرب والمسلمين وما زالت هذه المسألة بقدر ما أهميتها ما زالت غير معالجة ليس على مستوى الحكم ولا مستوى السياسة إنما على مستوى الفكر وعلى مستوى الدين نفسه فما زال الدين لحد هذه اللحظة دين مشتت كل دولة وكل حركة دينية وكل مؤسسة دينية تعتبر نفسها عن هي التي الناطقة بالدين الصحيح وحدها لا غيرها هذا يشي بأن الإسلام رغم قوته وقوته الكاملة العظيمة لكنها قوة غير مركزة ومتشتتة إلى حد بعيد وما زالت ومن الصعب جدا أن تتوحد كلمة المسلمين مهما طالت المحاولات لأن الأمر خرج عن السيطرة بسبب وجود نحو أكثر من خمسين دولة إسلامية لكنها في الآن نفسها الدول مختلفة إلى حد بعيد فيما بينها على جميع الأصعدة فلا يمكن مقارنة دولة مثل الأندونيسيا بدولة إسلامية مثل المغرب ولا دولة مثل اليمن أو عمان إسلامية بدولة مثل السودان أو مثل ليبيا أو تونس الإسلام هناك شيء يختلف إلى حد غير قليل ولا نقول إلى حد كبير بينهم بين الطرفين هذا السؤال يرجعنا إلى مصدر المشكلة بالكامل وهي لماذا تجاهل الرسول محمد مسألة الحكم والخلافة أكونوا معي رأيي بالأسلام عليكم أصدقائي رأيي أن الرسول محمد كان هو في زمنه كان هو الحاكم المطلق على يثرب والمدينة وتحول مع الزمن عندما بعد الهجرة حسب الرواية الإسلامية التي وصلتنا هي أنه أصبح هو الحاكم المطلق مع الزمن في السنوات الأولى لوصوله إلى المدينة لم يكن هو الحاكم المطلق كانت المدينة أو يثرب هي مجموعة مدن وتمت بحنكته وقدرته كبير على التحكم في المدينة ونفاذ سلطته وقوته وقدرته على التصرف السياسي والقضاء على الخصوم استطاع أن يعني أن يجعل الجميع طوع أمره وقراراته بالتالي وصل إلى السنة الأخيرة أو السنوات السنتين الأخيرتين خاصة بعد فتح مكة استطاع أن يكون الحاكم المطلق على الجزيرة العربية في ذلك الزمان ووصل إلى حد أنه أضيفت إليه مملكة يعني مدن أو دول أو يعني ولاية اليمن وأيضا عمان أيضا يعني اعتبرت من ضمن المناطق المسيطرة التي يسيطر عليها الرسول وأيضا البحرين هذه المناطق كلها مساحة شاسعة كانت تحت أمرته فالمشكلة كانت أين وعليه كما قلت فرأيي بأن الرسول محمد كان هو الحاكم المطلق ولم تكن هناك حاجة كما أرى أو كما يرى الرسول في ذلك الوقت وحسب الرواية التي وصلتنا لم تكن هناك حاجة للحديث عن شكل الحكم وآلياته وشرائه وشرائه ولوازمه يعني يكفي أن يكون هو الحاكم المطلق أو يقول أن الحكم إلي لله وثم يضيب بعد ذلك ويوضح بعشرات الآيات والمرات أن هذا معنى طاعة الله ورسوله على حد سواء أي أن وهناك آية صريحة تقول أن طاعة الله هي من طاعة الرسول فإن تطيع الله فإن تطيع الرسول أنتم طاعتم الله بنفس المعنى هذا الموضوع انتهى فما الحاجة لوضع شكل من أشكال الحكم ونظرية للحكم وما إلى ذلك بالعكس أي تفصيل من الرسول بعد هذا لا حاجة له لأن ربما سيكون ضعف للدعوة المحمدية أو الإسلامية بأكمله في ذلك الزمان فما معنى أن تحدث شكل الحكم وكيف ينتقل منك إلى الآخرين أنت حينئذ ستلزم نفسك بما تقول وأيضا ستجعل مسألة النبوة هي مسألة حكم فقط فكأنما أنت تصدر أمرا إلهيا أو معززا بالسلطة الإلهية للآخرين وهذا أمر يقلل من شأن النبوة ويجعلها مجرد تميل الصفة النبوية إلى أن تكون مجرد صفة سياسية وسلطوية هذا يقلل من هذا الوهج النبوة الذي هو أصلا منبع السلطة ومنبع الإحترام والتقدير والالتزام والتخديس وهذا كان أمر واضح بأن الصحابة كانوا لا يمكن أن يفكرون بشيء ما بعد الرسول خاصة أن بعد وفاة الرسول الناس ذهلوا وقالوا بأن هناك شيء جلل حصل أن هذا كائن هذا الإنسان هو توفاه الله ولكن لم يكن أحد يصدق أن هذا أمرا كان ممكن أي أنه عموما الرسول عندما يحدث شكل الحكم بعده وطرق انتقاله سيصبح بعد ذلك ملزما بقوله وليس قوله تابعا أو ملزما له أو معنى آخر يصبح تابعا لقوله وليس قوله تابعا له وكوادلة كثيرة يعني الرسول نفسه حاول أن يتدخل أكثر مرة في بداية حكمه في مدينة يثرب والتي يصبح اسمها المدينة حين فرض أصدر أوامرة وتعليمات أدت مرات ومدعمة بالآيات القرآنية الكريمة ولكن لم تثبت نجاحها يعني مثلا هو مرة فرض تقديم صدقة من قبل كل من يدخل عليه وهذا الأمر وثق القرآن وبعد ذلك تراجع عنه في آية أخرى قال الله علم أن ما فيكم ويعني تجاوز الأمر أيضا مرة أخرى عندما تدخل الرسول وموضوع تكثير النخل وفي يثرب وقال لهم لا حاجة لتلقيه النخيل وماتت النخيل أو لم تتكاثر بطريقة صحيحة بعد ذلك قالوا له ما حدث قال أنتم أعلم بشون دنياكم وأصبحت أصبح هذا القول يعني استثمر هذا الحديث كثيرا في مجالات متعددة خاصة يعني حاول الكثيرون الفصل بين الدين والدولة والحياة عموما من خلال هذا الحديث أيضا من مسألة الزنا الرسول حاول أن يدخل فيه رأيه وتغير بعد ذلك حكمه أكثر من مرة بأسباب كثيرة مسألة الزنا كانت خطيرة جدا والظهرة كانت منتشرة في المدينة أو بالشعوب المنطقة كانت يعني حتى عدة مرات كانوا أمر الفاتحين عندما يعودون من غزواتهم المقدسة ينامون الليل في محيط المدينة ولا يدخلون يعودون إلى بيوتهم إلا بعد أن يعلموا زوجاتهم بأنهم عادوا إلى المدينة ولكن سيصلون صباحا اليوم وليس في ليلته وهذا بسبب حدوث إشكالات كثيرة في ذلك الزمان أيضا هناك مسألة الأم سلمة وتحديد العدة للمطلقة والأرملة لأن الأم سلمة كانت متزوجة من رجل وأيضا من أقارب رسول وكان جريحا وأرسل في غزوة وتوفي هناك بسبب جرحه وحينما رغب الرسول بالزواج من أم سلمة طالبها كثيرا بهذا الأمر وأرسل إليها عمار وبعد ذلك أرسل لها عمر بن الخطاب في النهاية بعد إلحاح وقعد لها على الباب على فترة وحسب الروايات الموجودة ثم قبلت بعد يعني بعد أن أتذرت بحجة أننا لديها أطفال وهي مؤيلة لهم المهم تزوجها وهذا الأمر كان يعني غير العدة كانت العدة حول كامل يعني مع عادل سنة خمرية أصبحت الأدة أربعين يوما وهذا هو السبب الذي جعل التغيير هذه التغييرات كلها هي علاقة بأنه يعني تصدر أمرا أو تصدر تشريعا إلى علاقة بالحياة والتفاصيل التشريعية وبعد ذلك يحدث شيء يتعارض معه فهذه البشاكل أتأكد أن الدخول في هذه القضية لن يكون في صالح الدين وصالح الدعوة الدينية عموما من هنا أنا عرى بأن الرسول لم يتولى مسألة الحكم أو لم يحدد من يحكم بعده وأعتقد أنه وجدان بأنه ستورطه في قضايا هو في غناء عنها ليس بعد وفاته فقط بل حتى أثناء حياته ستورطه في قضايا وستهدد المشروع الديني ورسالة الدينية التي جاء بها هناك أيضا مسألة محتملة أخرى وهي أن الرسول محمد لم يكن ربما يفكر في من يخلفه لم يكن هذا الأمر الوارد لديه لأسباب كثيرة أنه لم كان يبحث عن ولد أو ابن يرثه ولم يحدث هذا إبراهيم من الجارية أو الزوجة مارير قبطي وتوفي في سن قصة صغيرة أعتقد خمس سنوات أو ستة وهذا جعل من أن يكون لديه وريثا أمرا مستبعدا فكما يبدو أنه الفكرة لم تخطر بباله أو شيء من هذا القبيل على الأموم الرسول كان يعني في فترة عاصفة وحتى السنة الأخيرة كانت سنة صعبة للرسول لأنه كما معروف تعرض لمحاولة اختيال بعد العودة من باعة العقبة أو شيء من هذا ما يذكر التفاصيل بالضبط وكان يزور المقابر في الليل ويعني كان وضعه إلى بشكل كثير يعني كان قلقا جدا من ما يجري وتوسع سلطته إلى حد بعيد وهذا أيضا ضعف الضغوط عليها ألبن بأنه يعني عشر سنوات الأخيرة من حياته بذل جهدا كبيرا جدا في حكم المدينة وعمل متواصل وثمانين غزوة هذا ليس أمرا بأمر سهل حسب الروايات التي وصلتنا وهذا الأمر يتوضح من خلال الفترة السابقة على وفاته خاصة إذا قرأنا خبر مذكور في سيرة ابن هشام الجزء الرابع صفحة 642 ماذا يقول هذا الخبر؟ الخبر هو بلسان أبي موهبة هو مولى رسول الله الذي انطلق معه في جوف الليل إلى بقيء الغرقة متفن موتى أحد الذين يخاطبهم محمد قائلا السلام عليكم يا أهل المقابر ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها الآخرة شر من الأولى ثم بعد ذلك يقبل على أبي موهبة ويقول له إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم أجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي وأجنة طبعا هنا أبو موهبة يتوسل للرسول أن يأخذ مفاتيح خزائن الدنيا ويصبح خالدا إلا أن محمدا يؤلن له أنه قد اختار لقاء ربه وأجنة وهذا كما نقل السيرة أنه الرسول بعد ذلك اعتلى منبر المسجد وقال لأصحابه أن عبدا من أباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده الله وطبعا هذا يختتم المشهد الوفاة أنه عندما طلب الرسول قال لهم قربوا يكتب لكم كتابا لا تظلوا بعده ومنهم من يقولوا غير ذلك عندما اختصم أهل البيت في أثناء وفاة الرسول فطلب هذا الكتاب فقال بعد أن ثار اللغط حول هل يعطونه قلما وأداة لكي يكتب كتابا لا يظلوا فيه المسلمون بعده لكن هذا اللغط أثاره وقال لهم قوموا عني طبعا هذا يوضح بأنه الرسول لم يوصي لأحد بالسلطة ولم يفكر بالموضوع أصلا وأنما هو الكتاب هذا فهل كان الكتاب هو ربما لا يتضمن في رأيي تكلف أحد بمن يخلفه إنما ربما كتاب فيه آية قرآنية أو نصائح معنوية وروحية لا علاقة لها بقضايا الحكم وإلا كان ممكن أنه زمن طويل الرسول موجود كان ممكن أن يوصل لأحد بالخلافة بشكل واضح جدا طبعا هذا كان الجو العام للحظة وفاة الرسول واضح أن هناك لغط من يخلف الرسول في عائل الصلاة وواضح أن هناك نوع من التحفز من قبل الجميع والتوتر لأنهم لا يعرفون ماذا سيحدث بعد ذلك ولمن ستقول الأمور فهي قضية منطقية يعني ليست مسألة غريبة وهذا من الأشياء التي حدثت في تلك اللحظة حتى الهدف أنه ليس أذكر هذه الأحداث التي حدثت وفاة الرسول إنما الهدف أنه أكد أقول بأن الرسول لم يكن يحفل بمسألة الخلافة من يخلفه ومسألة الحكم كان هو الحاكم المطلق وحدثت فجأة هذه العملية ولم يكن في باله هذا الموضوع على الإطلاق وهذا من الأشياء التي يختم به هذا الموضوع دارت بين العباس عام الرسول والإمام علي اللي في لحظتها جاء أخذ بإيدي الإمام علي وقال له أنت والله عبد العصى بعد ثلاث ويشرح هذا يشرح منه يشرح العسقلاني يقول هو كناية عن من يصير تابعا لغيره والمعنى أنه يموت بعد ثلاث وتصير أنت مأمورا عليك يعني في فتح الباري جزء السابع صفحة 749 هذا ما معنى معنى أنه يعني هذا النبي سيموت بعد ثلاثة أيام لن يتجاوز الأمر ثلاثة أيام والأمر بعد ذلك سيقول إليك وكان رد الفعل للإمام علي ماذا قال له فهو القول للعباس قال أنت والله عبد العصى بعد ثلاث أحلف بالله لقد عرفت الموت في وجه رسول الله كما كنت أعرفه في وجوه بني عبد المطلب فانطلق بنا إلى رسول الله فإن كان هذا الأمر فينا عرفناه وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا الناس ورد عليه عليه قائلاً أني والله لا أفعل والله لأن منعناه لا يؤتيناه أحد بعده وإني والله لا أفعله والله لأن منعناه لا يؤتيناه أحد بعده أموماً الفكرة الرئيسية تقولها أنه كلما أننا فقط نفترض بأن محمد كان يطمح تأسيس خلافة بعده وهذا الأمر أراه غير صحيح ولا وجود لشواهد قوية الكل يتحدث عن شواهد الشيعة يقولون يتحدثون عن إن كنتم مولاه فهذا علي مولاه وفيها إشكالات كثيرة جداً ولغط لا أول له ولا آخر لكن عموماً لم يحدث كان الرسول طبيعي وللجميع كان يطلق الألقاب ويسميهم بأسماء ومسألة تشجيعية عموماً عند خليل عبد الكريم عند جزء من جزء يتحدث عن الألقاب التي يطلقها الرسول على الصحابة وكان نوع من التحفيز والتشجيع لهم فكان يطلق الألقاب عليهم بأشكال مختلفة وجزء من ذكاء الرسول وعبقريته السياسية أنه يشجع ويدعم نفسياً الصحابة المتحلقين حوله اللي أردقوله بأن محمد كان هو حاكم مطلق وكان ما يحتاج يقدم صورة عن شكل الحكم وآلياته وشرعه لأنه هو نظام أشبه بالقابل وما يحتاج أنه والكل يقدسه أكثر من تقديس الشيخ والحاكم والآمر والملك بكثير فبالتالي ما تدعي لأن يفكر بشكل مختلف بمسألة الحكم وخاصة أنه لم تكن هناك دولة بالمعنى المتعرف عليه لم يكن هناك ديوان للحكم لم تكن هناك وزارات هي أشبه بجلسة عشائرية تدور يتم فيها تقرير الأمور وهذا كل ما في الأمر أما من يفترض أن الرسول كان يطمع لتأسيس خلافة كما يدعو لأن عشرات التي ظهرت بعد ذلك عشرات بالمئات بالآلاف الحركات التي كلها تدعو إلى تأسيس خلافة ويعني حرقوا الدنيا بهذه الطريقة والنتيجة كانت أننا تفرغنا باسم وجود خلافة للرسول ووجود خلافة للدين وأن كل من يتحدث أصبحت أصبحت الكلية تحدث عن دين صحيح والهدف هو واضح هو الوصول إلى كرسي الحكم وكان هذا الكرسي يعني العرب لم يولد لا يوجد لشيء مهم في حياتهم سواء الفوز بهذا الكرسي فليحدث بعد ذلك كما يحدث تتخلف الأمم تجوء الشعوب تتدمر تتفرق تتحارب تتقاتل لا يهم تتخلف لا يهم المهم كرسي الحكم وأصبح الدين بأكمل عبارة عن أغلب ما في الدين هو مسألة الحكم ويارت عالجها ويارت وضعفة شيء فقها وضعوا نظام واضح ودقيق ونظام لا يقبل الجدل الكثير مثل ما بقيت يعني الكنيسة المسيحية وضعوا بمؤتمر نيقية لقاكين نيقية واللقاءات الأخرى من قرن الرابع الميلادي وتأسست الكنيسة وتأسست البابا وأصبح مصدر الحكم واحد لا يقبل الجدل والكل يخضع له بدون أي نقاش وهذا الأمر فشل المسلم بيه سنة الشيعة بالمناسبة الكلمة متفرقة والإسلام بالنهاية غير موحد أنا عندي حلقة قرنة الإسلام دين ضعيف والمقصود ليس الإسلام الإسلام بالعكس قوي لكن فيه قوة كبيرة لكن الأقصد أنه ضعيف بأنه لا يستطيع أن يقدم يعني نموذج نهائي واضح وقائم على أسس راسخة ودقيقة مثل ما قامت الكنيسة وليس لم يقم هذا لا يستطيع أن يقوم بشيء من هذا القبيل لتعدد الأخطاب المهيمنة على الإسلام وعلى التراث الديني أو الرصيد الروحي كما يسمى اللي بين الناس أجمعين فكل واحد ما أخذ جزء من هذا الرصيد وأصبح الرصيد متشتت واستحاله أن يتم جمعه تحت في خزينة أو خزنة واحدة للجميع فيها حصتهم الغير قابلة للنقاش يعني طبعا هو أكو مؤتمرات أكو منظمات مثل منظام ما أعرفش اسمها لا اسم طويل التحاد العالمي لعلماء المسلمين أكو مؤسسات الأزهر مؤسسات الزيتونة مؤسسات في النجف في قوم وهذا هؤلاء لكن هما نفسهم مشتتين ومتشردمين المراجع الشيعة أيضا كل واحد مرجع إلى وضع الخاص هذا فالكل يدعي ينتمى الإسلام لكنهم جميعا هما ينتمون من ينتمي للإسلام يدعي هو في الوقت نفسه ينتمي إلى شعوب متغايرة مختلفة لغويا وثقافيا وأيضا في أشكال الحياة المختلفة وقلت كما قلت أنه أندونيسيا هي تختلف عن تونس وليبيا وتونس وليبيا نفسها تختلف عن عمان وبقية الدول الإسلامية شكرا جزيلا وأتمنى أسمع مع السلامة